الأهلي يعني تاريخ طويل عريض من النجاحات ومن البطولات ومن الألقاب لكن يا بخته اللي لها في نادي الأهلي في العشر سنين الأولى من الألفية اللي احنا بنعيش فيها فترة ومرحلة زهبية بكل المقاييس بطولات نجاحات ألقاب دلع من كل نوع كانت فترة الحقيقة أقدم فيها الأهلي كل شيء وسيطر وهيمن على كل شيء محليا وقران وإحنا معنا واحد من نجوم الفترة دي من ولاد النادي الأهلي في الفترة دي كابتن أحمد عاد النجم النادي الأهلي أهلا بيك يا كابتن أحمد أهلا بيك وأنا سعيد أن أنا موجود معاك على أكبر شاشة في الوطن العربي وببارك لك طبعا وبرك لإدارة القناة وللقناة كلها على أحسن قناة في الوطن العربي وأفضل قناة في الوطن العربي ده حاجة وسام على صدر النادي الأهلي وفي الوطن العربي حاجة كبيرة جدا وده المتوقع منكم وكلكم كمجموعة عمل الحمد لله وربنا وفقنا دايما للأحسن الأهلي دايما مرادف ومعنا للنجاح ونتمنى إن شاء الله أن نكون على قادر المسؤولين نقدم للملايين من جماهير النادي الأهلي في كل مكان محتوى إعلامي يليق بهم خليني في البداية طبعا أفتكر معاك الفترة والظروف التي توجدت فيها في النادي الأهلي والمرحلة دي بالنسبة لكابتن أحمد عدل بتمثله إيه يمكن الحمد لله زي ما حضرك قلت في المقدمة بطلات إنجازات الحمد لله كنت موجود في مجموعة كبيرة جدا عندها مسؤولية عندها عرفة يعني إيه قيمة النادي الأهلي وإيه متشارة النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي الحمد لله ده على مدار حياتي يمكن اللي فدني بشكل كبير جدا إن أنا كنت في بداية حياتي يعني كان عندي 21 سنة وأنا داخل النادي الأهلي فده داني طموحات وداني دوافع تعلمتها من داخل النادي الأهلي وخصوصا بفضل ربنا يعني أنا مش غريب عن النادي الأهلي لأن أنا كنت في قطاع الناشئين في النادي الأهلي فعارف السياسة بتاعت النادي الأهلي عارف التموحات عارف النادي الأهلي بيلعب على الأول على طول سبق بالنجاحات ما بيبصش أنا ورا فيه إيه هو دايما بيبص لقدام دايما بيلعب على الأول دايما الدوافع والطموحات بتبقى متجددة دايما وده بيحط عليك كمسئولية يعني أنت أمدحق أن أنت أفضل قناة في الوطن العربي فده بيحط عليك مسئولية كبيرة جدا أن أنت تبص لقدام وأنا عارف ويوصق مليون في المية أن دي السياسة اللي داخل نادي الأهلي كن زي ما قلت لحضرات طموحات وأهداف وإنجازات مع نادي أهلي وبطولات الحمد لله دي أفدتني بشكل كبير جدا طول الفترة أن أنا لعبتها جيدا زي ما بيقولوا كده أن الحفاظ على القمة أصعب بكتير جدا من الوصول ليه وده منهج بتهالي لكل واحد بينتمي لكيان مش بس كلاعب أو كمدرب أو كجهاز فني احنا بيكلم على كل التروس اللي بتشتغل في المنظومة أكيد طبعا ده بيحط عليك مسئولية كبيرة جدا يمكن ده اللي أنا تعلمته حتى من المجلس دارة اللي كنت موجود ساعتا كان الكابتن حسن حمدي وكان الكابتن الخطيب نائب وكان مجلس كله كنا بنتحسب على البطولة يعني ما نخش في سبع بطولات دي السياسة لداخل نادي الأهلي أنت مطالب أنه لما بتحقق ستة أنت البطولة السبعة بتتحسب عليها وده اللي حصل معنا فعلا لما خسرنا دوري أبطال أفريقيا في 2007 مع النجم السحلي ولكن أنا بشوف أن المورة دي كانت بفعل فاعل أن احنا خسرنا كان لنا ضربتين جزاء لكن اللي أنا شفته من مجلس الإدارة أنه أنت زي ما تحققوش البطولة وخصوصا البطولة المحببة لجماهير النادي الأهلي هو دوري أبطال أفريقيا أيوة إحنا بالمناسبة أنت موجود معنا في يوم ليه زكرات يعني عزيزة جدا على جماهير الكرة في مصر بشكل عام وعلى جماهير النادي الأهلي بشكل خاص يعني لو تفتكر 89 زي النهاردة لا أنا موليد 84 بس أكيد تسمع نقول كابتن حسن حسن في الجزائر لا أكيد طبعا الكابتن أحمد الكاسي ده زي النهاردة كده كابتن أحمد وبرضو من الزكريات الحلوة جدا للنادي الأهلي بس دي بقى في 2012 الأهلي كان فزع الترجي في رادس وحصل على بطولة أفريقيا يعني واحدة برضو من والترجي برضو سبحان الله الترجي حظينا معها حلو دايما وكعبينا دايما عليه عليه تعديلنا معها في 2001 ده جون كابتن سيد عبدالجون ده أنا ما سهوش 17 كوبمبر سيد عبدالحفيز في رادس جون علامي كده من نص الملعب دايما بعد دائرة النص بالزبط كده بعد دائرة النص كده حطها دخلت وكان مباراة صعبة جدا أنا نفكر ماتش ده كويسة قبل إن شاء الله ويكمل النهاردة كمان بفوز المنتخب بالمصري إن شاء الله يمكن نتيجة 2-0 فأنا أتمنى إن شاء الله المكسب للمنتخب ويبقى يوم حافل ده طبعا يعني ده لو تفتكروا معنا ده جول كابتن سيد عبدالحفيز على الهوى هو آه طبعا ده جول ما يقدرش يتنسى إحنا 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 في تونس لنا مجموعة أهداف تاريخية يعني يمكن يمكن على الرغم أنه كل فرق تونس النجم الأفريقي الترجي كلهم مطشط بتبقى دايما من الوزن التقيل من العارة التقيل يعني وبنبقى دايما شايدين هم المواجهة مع فرق تونس لكن إحنا في تونس الأهلي في تونس عامل على اختلاف الأجيال مش بكلم على جيل واحد ولا بكلم على جول كابتن سيد ولا بكلم على تاريخ طويل جدا حقق نجاحات كبيرة جدا على فرق تونسية في ملعبهم وطبعا زي ما بتقول حضرتك يمكن ده بين في نتائجنا معاهم بين في الصفاقس 2006 وبين في نتائج كبيرة جدا يمكن أنا حققت أكتر مفوز مع النادي الأهلي حتى حققنا خدنا من كاس السوبر الأفريقي من النجم السحيلي في أسيوبيا فإحنا الحمد لله ده ووصل حتى الفرق الشمال أفريقيا إن على طول النادي الأهلي ده بيديك أفضلي إن أنت بتلعب دل ترجي تنتسفاقس دل نجم هو عنده معنويا لاي الأهلي راكبني على طول الأهلي نتائجه معايا هو الأفضل فعشان كده لما باللعب الفرق دي بتلاقي النادي الأهلي هو المسيطرة هو اللي بيحقق نتيجة إيجابية فده طبعا بيدي تقل للنادي الأهلي واسم النادي الأهلي الكبير أكيد ودائما بيقولوا لما يعني مش عارف أنت مع فكرة دي ولا لأ يعني برضو همي ناس مع رأيك فيها لما كرة لما الأهلي بيبقى في قمة عنفوانه لما فرقة الأهلي بتبقى بخير بيبقى دائما منتخب مصر بخير لما الأهلي يعني ممكن كنت بكلم على الفترة الزبال عشر سنين الأولى دي حانا فيها بطولات كتيرة جدا على المستوى القاري كمان كان منتخب مصر في قمة مكدو يعني خدنا ثلاث بطولات أفريقيا متتالية وما كانش عندنا ما كانش عندنا مختلفين زاد بقتي ما كانش عندنا صلاح في ليفر بول ولا تريزيجي في أستنفلا ولا إنني في أرسنل ولا مش عايز أن أنسى حد يعني بس كان الأهلي فائق جدا فكان المنتخب برضو فائق مع الفكرة الربط دي لا أكيد كان واضح جدا لأنني كنت موجود في الفترة دي همتكلم في 2006 على المستوى المنتخب 6-18 إن أنت بتحقق دوري أبطال أفريقيا مع المنتخب الأهلي كان بيأخذ دوري أبطال أفريقيا الأهلي كان بفيه حوالي 12 أو 13 لعيب من قوام المنتخب هو من النادي الأهلي النادي الأهلي يأخذ بطولة أفريقيا 2006 على مستوى البطولات وإنجازاته ما بتشوف مجموعة اللعيبة اللي كانت داخل نادي الأهلي بتتكلم في محفظ الألقاب بركات أبطال أفريقيا هواء الجمعة شدي محمد عصام الحضري عمد متعب مجموعة كبيرة مش عايزة نسي حد محمد شوقي حسن مصطفى مجموعة كبيرة جدا فده كان مدي تقل للمنتخب المصري مع كابتن حسن شاحاته عشان كده كان فيه نتاي كان فيه لعيبة عندها مسئولية زي ما يقول لحضراتك اتجاه نديها واتجاه المنتخب فأكيد كنت لازم تشوف الشكل ده وكنت لازم تشوف الانجازات والبطولات مع النادي الأهلي لما كان تقيل لما كان عنده لعيبة كبيرة عندها مسئولية بتحقق بطولات وانجازات فده كان بيدي انطبع بشكل كبير جدا للمنتخب انه منتخب تقيل المنتخب عنده عناصر قوية بتقدر تحقق اهداف عندها ده وفع البطولة طب تسمح لك كابتن احمد اقف مع النفس الجزئية دي بس النهاردة يعني النهاردة كتير من الناس بتشوف انه وماشة المنتخب النهاردة وماشة محترمة جدا عندنا لعيبة زي ما ذكرت شوية محترفة ففقاً ده كبيرة جدا مستواها يقال عليه عالمي بدون مبالغة عندنا لعيبة لعيبة محلية سواء اهلي او زمالك او بيرامتز او غيرهم عاملين نجاحات على مستوى البطولات القرية يعني اهلي وزمالك واصلين نهائي دوري ابطال بيرامتز كان واصل نهائي كونفدرالية نهي منتخب اوليمبي بطل القرى وولاد ما شاء الله مبشرين جدا 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 ورغم كده الاداء مش على نفس مستوى الامكانيات ولا الاسماء من وجهة نظرك ده حصل ليه ومش بتكلم بس على مطش توجه ممكن نقول منتخب مصر من بعد 2011 يعني بعد 2011 لو حضرتك هتبص على ان انت عندك جيلين ما تلعوش يعني عندك الجيل اللي هو من بعد محمد شوقي لو هتبص الاعمار لمحمد شوق ابو تريكا بركات وقل جمعة هتلاقي ان اعمارهم موليد 79 موليد 80 موليد 81 وتبص دلوقتي الاعمار المنتخب انت كان عندك منتخبين كان لازم يطلعوا انت كان عندك جيلين في النص اللي هم من 2011 لحد 2018 كان عندك لازم في جيلين يطلعوا لكن انت الظروف اللي مرت عليها البلد مش عايز اقول يعني مش عايز اترك لحتة الفساد في الكطاعات اللي كانت موجودة ان انت ما بتعملش لعيب كويس ان انت مهم جدا الموديل الفني للمنتخب المصري لما بيختار من قعدة لعيبة او من ست سبع عندها انت لو بتتكلم في الفترة ما قبل 2011 ان انت كنت من اجمد الدوريات على مستوى افريقيا وفي الوطن العربي لكن التأثر اللي احنا تأثرناه من 2011 ل2018 عشان كده ما كناش بنتقاهل بروح كاس الأمم لان انت ما عندكش منتخب قوي ان هو يعود حتى منتخب 2006 و2018 فده دي الحتة الجابي الكبير اللي حصل ان انت وقالا كنت بتروح كاس الأمم وكنت بتخسر كاس الأمم وكن عادت دورتين ان انت ما تروحش كاس الأمم ما بتتأهلش اساسا فده ده يأثر عليك انت كمنتخب لكن دلوقتي يما بتلاقي صلاح ما بتلاقي عدد أكبر من المحترفين انا بشوف ان محمد صلاح خيري سفير للعيبة حتى الأولياء الأمور فكرها تغير حتى تجاه أولادها ان الانفتاح اللي حصل في حتة الاحتراف اللي انا بتمنى ان اصلا اي حد يخرج ان هو ما يرجعش تاني يعني ما رجعش تاني مصر حتى حتى ما يرجعش على ندي لا انت احترفت خد الخطوة ستب بي ستب خدها للأعلى عشان كده اتمنى ان ان قاعدة المحترفين تبقى واسعة جدا عشان كده لما بتشوف منتخب كوتفوار او منتخب غينة او منتخب الكاميرون هما عندهم 500-600 محترف فان انت كمدير فني تختار من القاعدة الكبيرة دي ستكون بالك في حاجات في المعادلة بتفرق كابتن أحمد يعني برضو خلينا بقى متفقين انه لما العيب يطلع من كوتفوار او يطلع من السنغال او يطلع من الكاميرون يحترف برا هو من مصلحته بشكل يبيت حساباته وبثقافته انه يكمل برا لكن هنا فيه ممكن تبقى مغرقات كتير جدا فيه هنا الى حد كبير جدا شهرة وفيه نجومية وفيه فلوس مش وحشة مقارنة ببرا فيه فيه حاجات كتير فيه دلع ما فيش شدة زي برا ما فيش غربة واحنا هنا برضو ثقافتنا لسه الى حد كبير ثقافة اللعيب المصري تسمح له ان يرجع غير ثقافة اللعيب الافريقي اللي بيطلع مش عايز يرجع تالي ما دي بترجع للمنتالي بترجع للعقلية وفكرك انت كلعيب انت عايزي يعني انت طالع عايزي من الاحتراف فيه لعيب بياخد بيطلع برا فبياخد كم مليون يورو فبيقولك انا كده تمام خلاص اه كده خلاص لكن انت حط محمد صلاح كرمز قدامك طريق حياته عاملة ازاي اهدافه عاملة ازاي اهدافه المتجددة عاملة ازاي فده انا اللي انا بتمنى ان يبقى فيه محمد صلاح واثنين وثلاثة وعشرة ده هيديك تؤلف المنتخب لكن انا بشوف ان محمد صلاح ان ما نوصل كمنتخب مصر ان يبقى محمد صلاح خمسين في المية من قوة المنتخب فانا بشوف ان دي حاجة سلبية مش اجبية كابتن حسام البادري يقدر يوصل بالمنتخب لتتويج ببطولة قرار افريقية من وجهة نظرك ولا ده شيء صعب نحلم به هو مش صعب على قد ما ان احنا باللنا بتمنى يعني سواء تتفق مع كابتن حسام بدري او تختلف معاه فهو في الاول في الاخر هو مدير الفني منتخب مصر لان طبيعي ان اي حد في المنصب ده لازم هتدعمه لازم هتدعمه ان هو مدير فني منتخب مصر ويمكن بعض الناس الفترة الاخيرة كانت بتاخد رأكشانات كابتن حسام ان هو لأ هو طبيعته كده يعني هو طبيعته كده بس اللي انا بتمنى ان احنا نوصل لان ما ليش دعب انا عايز اعرف منك هل شايف انه كابتن حسام البدري بالتشكيلة الحالية بالاوراق اللي معاه قادر على التتويج ببطولة الامم الافريقية في الكاميرون حال وصلنا اليها ولا لأ في الزل وجود المنتخبات هي هتبقى صعبة هتبقى صعبة شوية وخصوصا ان انت لما بتفرج على منتخب الجزيرة ومنتخب قوي جدا ومنحقق دوري ابطال افريقيا عندك في بلدك فانا بشوف انها تبقى صعبة بس اللي انا بتمنى طبعا كمصري ان احنا نحقق البطولة حتى نلغي حتى المنظر او الشكل اللي احنا ظهرنا به للدورة الاخيرة البطولة الاخيرة كالهبنا متواصل معاك عن منتخب مصر بس خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية انتخب الوطن يستعيد هبتو حقيقة يمكن عرض محترم نتيجة غير متوقعة اداء غير متوقعة المنتخب متقدم بتلت اهداف الهدف التالتي يمكن احرازه تريزيجي يمكن من ثواني بسيطة جدا واحنا معانا كابتن احمد عدل على الهواء مبروك تلاتة صفر بتهالي وجه تاني انا كنت بسألك كابتن احمد انت شاف الفرق ده يعني ما بين المباراة لعبها المنتخب القوامل الاساسي او بتشكيل الاساسية اللي بيعتمد عليها كابتن حسين من ساعة بتولى المسئولية بتلعب على ارضك قدمت اداء باهت جدا كسبت وعد صفر بالعافية تروح بعدها بتلاتة ايام تغير من سبعين في المائة من قوامل المنتخب وتلعب بتلعب توجو على ارضها وتوجو ما عندهاش امل في المجموعة عشان تتأهل غير انها تكسبك النهارده عندها حافز قوي جدا فتكسبها ثلات صفر على ارضها ازاي يعني ازاي انت شاف ايه السبب من وجهة نظرك لا هو موضوع محير شوي يمكن كنا متخوفين بعد المباراة والهوالهجوم الشديد اللي حصل على المنتخب بعد الماتش الأولاني يعني خلى اللعيبة تتحمش شوي تطلع شوية من اللي عندها لا هو ده بيديك ممكن عند كابتن حسين بدري لانهو المسئول على المنتخب بيديك شوية تعديل في بعض الأفكار يعني تعديل في بعض الأفكار بيديك تقل شوية لما بتعتمد على لعيب زي طريق حمد في نص الملعب لما بتعتمد على أفشة من بداية المباراة فالعيبة دي بتديك ثق انه عند المسئولية ان ده احسن تشكيل ان انا هوصله زي انا بقول لحضراتك من المباراة الاولانية كانت مصر كلها متخوفة ان احنا هنروح بالشكل ده طب والمنظر ده لكن نتيجة طبعا في الصالح المنتخب وفي صالح حتى ان كابتن حسين يستقر على تشكيل لان انت مهم جدا ان انت كمنتخب مصر لازم عندك تشكيل سابت لازم عندك قوام اساسي سابت فده بيديك تقوله بيديك افضلية ان انت حتى تتأهل للدور اللي بعد كتب طبعا لا وهيرياحه كمان يعني انا بتهالي انه جزء كبير من حالة الضغط او يعني حالة التوتر اللي كانت عند كابتن حسين البدري الفترة الاخيرة اكيد انا متخاين فيه لود فيه حملة على كتافه هو حالة الضغط الاعلامي والهجوم الاعلامي المستمر عليه يعني ناس كتير جدا بتحمله وهو يتحمل طبعا جزء كبير من المسئولية في العروض اللي بيقدمها المنتخف في تصفيات التأهل لأمم أفريقيا انا هنا فبيدهاني الفوز ده هيريحوا شوية من الضغوط دي هيخفف شوية من حدة هيخفف من الضغوط وهي يديك سكة المكسب سكة المكسب تعفل ده اول ماتش نكسبه بنتيجة غير واحد صفر مع كابتن حسين اه فعلا بنتيجة بالسكور فمهم ان انت تحافز كان الواضح هنا ان كابتن حسين من النهاردة يمكن ان اتفرجت اول ربع ساعة وتلت ساعة ان انت احنا من المنتخبات اللي لما بندفع بشكل جيد وبنقفل مساحات بتقدر ان انت تعمل المكسب ممكن كنا بنشوف ده مع كوبر مع مستر كوبر انا مش مع الكرة الجمالية بس انا مع النتيجة نتيجة انت حتحقق لي ومصر كابتن احمد ما ينفعش تجمع بين الاثنين يعني يعني المنتخب المصري بولاده بامكانياته وبتاريخه واسمه في القرى الافريقية ما ينفعش يجمع بين جمال ما احنا كنا بنشوف ده بيحصل انتها ما انساش زيدان وتريكا ومتعب وعمر زاكي واحمد حسن وشوقي والحضري ما كانوا بيلعبوا كرة احنا عبنا مطشط كبيرة اوه كابتن بس انا ما احترام لكل اللعيبة الموجودة دلوقتي بس انت ما عندكش كوالة اللعيبة او خامة اللعيبة اللي كانت موجودة معك كانت في الفين وستة وثمانية وعشر ما عندكش الكم الكبير ده من اللعيبة الكبيرة اللعيبة اللي عندها تقدر تتعمل بالانس بين الاتنين نعمل نتيجة إيجابية وبشكل كويس بين ده بيرجع برضه لسقافة كابتن حسن شحاتها بكافية التعامل مع اللعيبة ميديهم اريحية بشكل كبير جدا بيقول ان اللعيبة المصري بتفرق معاه جدا فكرة ازاي المدير الفني بيشتغل معاه يعني وفيك برضه مدرسة تقولك ايه ومش عالف انت مع المدرسة دي ولا ليك وجهة نظر مختلفة فقولك ان المنتخب مدرب وطني النادي مدرب أجنبي تركبتنا في مصر كده هاي المعادلة ماشي كده لا لا مش مع ده خالص لان انا كنت مبسوط وسعيد جدا بفترة ميستر كوبر برغم انه هو اتعرض لانتقادات كبيرة جدا ميستر كوبر وصلنا كاس عالم ووصلنا بعد 28 سنة انت توصل كاس عالم والناس بتطلع بتنتقد سلوب لعبه او طريقة لعبه اللي هو اللعب على صلاع او ده بيدافع بس انا مع انت هتحقق ايه لان انت سواء كابتن حسين او اي مدير فني المنتخب انت اهدفك ايه هتوصل ولا مش هتوصل هتوصل كاس عالم ولا مش هتوصل كاس عالم هتاخد دوري ابطال افريقيا هتاخد دوري امم افريقيا ولا مش هتاخد بطولة امم افريقيا فهنا المدير الفني بيتقاس بالنتيجة بنتيجتك اندحقاتي او اوصلني كاس عالم بس انا رحت عملت اهنك يا كابتن حسين يعني ولا هو النتيجة بالنسبة لك وصول لكاس العالم فقط يعني معنا لما نبقى محرومين 28 سنة دي مش غلطة الجمهور ومش غلطة الكرة في مصر دي غلطة حاجات كثيرة جدا يعني مش مفترض انه دولة زي مصر تفضل 28 سنة مش 28 احنا منتكلم على اه 28 28 سنة مش مفترض ان دولة زي مصر 28 سنة بتوصلش كاس عالم يعني ده شيء مش طبيعي على فكرة هنا بترجع على مسؤولية الاتحاد المصر مش معنا ان هو وصلني يقولك فاين ان انا وصلت يعني برضو يعني ما كامل احترام والتبطيل لا هو التموح والهدف ما كانش كده ان انت برضو عايز تقدم عرض كويس في كاس العالم عايز تتأهل الدور اللي بعد كده في كاس العالم لكن انا بكلم حضرك على الانجاز اللي احنا وصلنا له ولا انا بتمنى ان هو يتكرر اه احنا نستنى 28 سنة 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 يا كابتن احمد انا بتمنى ان انا ما نعودش اكتر مئي يعني لا ده انا جايلك في كاس العالم ده انا انت هتروح مني فين ده انا لسه بقولك تتويج بقى افريقيا تبقول اهم من ده انت عندك كاس عالم 22 22 بس انا متطمن 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 لمجموعة اللعبة الموجودة يعني كابتن احمد عادة بيقول متطمن منتخب مصر بتشكلته الحالية بالاسماء الموجودة فيه تحت قيادة كابتن حسين بدري قادر على التأهل لكاس العالم قادر بإذن الله لان انت عندك مجموعة اللعبة جربت ده جربت التأهل بيبقى عامل ازاي جربت ان انا لما المعسكر بتاعي بيبقى فاكج بيبقى عامل ازاي المعسكر بتاعي احنا من نوعية اللعبة المصرية هي دماغها كده ان انت لازم تقفل عليه في معسكر لازم محدش وإلا وإلا تشوف نتاك سلبية النتاك سلبية وجربنا جربنا سواء في كاس الأمم او في كاس العالم كلابت موجودة القوض كانت يعني بشكل غير جيد مفيش سيطرة لكن لما بتسيطر على على القوض المنتخب بتسيطر على قط اللبس بتسيطر على مجموعة اللعبة الموجودة هتشوف نتاك جابية لان احنا نوعية اللعبة المصرية كده لازم مش بقولك تحبسه بس لازم تسيطر عليه نوعية اللعبة المصرية لا تحمل مسؤولية بمفرده لابد انك تجبره على تحمل المسؤولية اكيد اكيد وده اللعبة اللي بتكلف القوام كله اللي موجود هو جرب وإحنا لما خرجنا من دور 16 في كاس الأمم وقرب لما وصلنا كاس علم كانت الدنيا عاملة ازاي حاليا فيه لعيبة تلعب في المنتخب باسمها فقط لا انا شايف كل اللعبة من افضل النمازج على مستوى الاحتراف او على مستوى الدوري المصري وما دول من افضل ويمكن زي ما كنت بتكلم حضرك في الفاصل ان كابتن حسان بدري هو كل تركيزه على الفرق اللي هي في المقدمة افضل تشكيل لمنتخب مصر من وجهة ناظراك هو تشكيل بتاع النهاردة شايفة انه الحداشر بتاع النهاردة هما الاجدر بان هما يكونوا التشكيل او القامل اساسي لمنتخب مصر انا بابس برضه على قائمة البودلة انا بابس على قائمة البودلة احنا عندنا النهاردة شناوي مع احمد توفيق احمد حجازي الوينش وايمن اشرف وراء في النص طرق حامد مع حمدي فتحي ومع افشة محمد شريف يمين ومحمود حسن ترزيجي شمال ومهاجم صريح احمد حسن كوكا انا بس بتحفظ شوية على اداء كوكا مع المنتخب اداء كوكا مع المنتخب بغير ان انت لو انت مدير فني بتتفرج على كوكا وهو راجل مكسر الدنيا في دوراني مكسر الدنيا برا فطبيعي ان انت اجيبه طبيعي ان هو يلعب اساسي طب ما النني مكسر الدنيا في انجلترا مجيهوا لعب بس الظروف اللي يلعب مع الارسنل هو نفسه النني اللي يلعب مع منتخب مصر مش هتقدر تحكم عليه ان هو يديك نفس للموقع طريقة اللعبة هنا غير طريقة لابنة الدوري انجليزي غير المنتخب اللي انا بتمنى ان اخد فرصة مع المنتخب مصطفى محمد لان تقلقه مع نادي الزمالك اتمنى ان هو يبقى ليه دور وخصوصا في ظل غياب التوفيق مع كوكا مع المنتخب اتمنى ان هو يبقى ليه دور فده التشكيل الامثل لكن مع دخول مصطفى ما كانت فيه اسماعك وشايف انها جديرة بالانضمام للمنتخب ولم يقع عليها اختيار كابتر حسين بدري اكيد احمد فتحي طبعا احمد فتح طبعا كهرباء لا كهرباء كمان كهرباء كنت تمنى ان هو يبقى موجود وخصوصا ازاي بقول لحضراتك اللعبة دي جربت الوصول لكس عالم اللعبة دي عندها مسؤولية كبيرة جدا مهم جدا ان انت كمنتخب مصري ان انت ما تفكرش في 14 عندهم الملك ان هو يوصلك لبطولة لكن لما بيكون عندك القعدة كبيرة 20 لعيب او 25 لعيب عندهم الملك او عندهم حس البطولة او حس البطولة زي احمد فتحي زي كهرباء اكيد هيبقى اضافة للمنتخب اللي انا كنت تمنى ان هم يبقوا موجودين في القوان تكام سنة كورة كابتر احمد من وانا صغير اه يعني مشوارك مع كورة عموما من 8 سنين لحد 33 يعني عالي 25 سنة مشوار طويل يعني جاي في الكورة في مصر ايه اللي محتاج يتغير فيها عشان نوصل نحن نبقى دولة متقدمة كوروية يعني كل انجازات اللي بتحققها الرياضة المصرية او الكورة المصرية بتبقى مش عايز اقول بالصدفة ولكن مرة يبقى عندك جيل كويس مرة يبقى مشوارك سهل في تصفيات مثلا كاس عالم مرة تانية تلاقي مدرب كويس يقدر يجيوصلك كاس عالم او يقدر يجيب لك بطولة افريقيا زي كابتن جوهر يا الله يرحمه او جيل زي ما قلت مثلا زي جيل متعب وميدو وعمر زكي وتريكا وكده ثلاث بطولات افريقيا واربعة لكن عشان يكون فيه سيستم عشان تبقى دولة من الكبار باستمرار يعني انت دايما تقول على المانيا مثلا او على برازيل او على اسبانيا او على فرنسا او ايطاليا دولة من الكبار كوروية تغيب شوية لك النازم تبقى مرشحة في كل بطولة بتشاركة عشان دايبقى يحصل في مصر احنا محتاجين ايه من وجهات نظرات محتاج ان الفساد يقل محتاج اللي يقل بشكل كبير يعني فيه فساد او في كل الدول فيه بس اقل دولة فيها فساد هي اللي بتقدم نجاحك لكن لو هتبص لان انا اشتغلت شوية كمدير كورو واشتغلت شوية ان انا عندي اكاديميات وبشوف القطاعات الناشئين بتتعامل ازاي لكن الفساد في قطاعات الناشئين على مستوى مصر انت عمرك ما يبقى عندك لعيب كويس لازم نظرة للمسؤولين فساد في قطاعات الناشئين ان في بعض الانداء مصالح شخصية ووسطة لو عمولات هيبقى في لعيب كويس لافيش مشكلة يبقى فيها عمولات لكن ان انت على مستوى قطاعات الناشئين على مستوى لما أنا كنت موجود في منتخب كابتن حسن شحاية سنة 2002 حققنا كاس الأمم في منتخب الشباب وبعد كده راحنا كاس عالم أنت كان عندك جيل إحنا كنت عوز من كلمة تانا وحسني عبد الرب وعمر زاكي وعماد متع هتشوف الجيل ده هو اللي كمل مع كابتن حسن وخد كاس الأمم 2006 و2018 جيل كابتن شوقي غريب المنتخب الأولومبي هو ده اللي مفروض بيحصل دلوقتي أن أنت بتعتمد على منتخب الشباب وبتعتمد على المنتخب الأولومبي اللي هو اللي أنا بشوف أنه هو نواجع يدى للمنتخب الأول طبعنا عندي منتخب شباب محرم جد للأبطال الأفريقي لكن لو هتسأل المدير الفني كابتن ربيع سين هتسأله هتلاقي أن القاعدة اللي بيختاروا منها هي ضعيفة لأن أنت على مستوى قطاعات النشئين أنا شفت وعشت ده فيه فساد بشكل كبير جدا أن أنت تلاقي مسؤولية مين موجهة الفساد ده أندية ولا مسؤولية اتحاد ولا مسؤولية الوزير دكتور أرشا في صبح طبعا نظرة القطاعات النشئين على مستوى مصر نظرة للأندية اللي هي أنا بشوف أنها يعني أندية الدرجة التانية والتالتة أما عندهم قاعدة نشئين كويسة جدا بس مش مستغلة مش مستغلة فده اللي أنا بتمنعي لأن أنت في الأول وفي الآخر هو هيسب في مستوى المنتخب في مصر وكله زي ما أقول لحضرتك البرازيل ليه دلوقتي يعني بيبقى عندها ألف محترف أو أن هي اقتصادها دلوقتي بقى قيمة على الكورة مع أنهم من أفقر دول العالم هي لأنها بتصنع أنت عارف أنه فيه توجه دلوقتي في الدولة لتوسعة قاعدة المشاركة يعني النهاردة في مصر إحنا لو تكلمنا على حجم الملاعب اللي بتتعمل في كل مكان في الكفور والنجوع قبل ما أتكلم فيه المدن فيه اهتمام كبير جدا من وزارة شباب ورياضة بالمواهب أنا شبكلم بس كورة أنا بكلم فيه كل الرياضات يعني فيه رغبة في صناعة جيل جديد من الأبطال والكلام اللي أنت بتقول ده ممكن يكون مفيد لأنه بيصب في الاتجاه وانا بتمنى لأن الدكتور أشرف صبحي السنة اللي فاتت كان مفعل حتة الميت محترف على مستوى مصر فده اللي أنا كنت بتمنى أن احنا نشوفه وده يطلع للناس يطلع للناس على مستوى مصر على مستوى الكرة على مستوى المحافظات لأن على مستوى الكرة على مستوى المحافظات أنت عندك مجموعة لعيبة كويسة جدا بس محتاجة اهتمام محتاجة نظرة بعيدا عن السبوبة بعيدا عن المصالح الشخصية بعيدا عن ندبن فلان بعيدا عن الوسطى لكن ده اللي أنا بتمنى ويمكن الحمد لله على مستوى الشغل الخاص بتاعنا مركز في كده بالتوفيق طبعا ونجاح خليني أخذك المطش الأهلي والزمالك في نهاية أفريقيا وبالتأكيد طبعا أنت يعني مطش بالنسبة لكل أهلوية يعني أكيد طبعا مطش مهم جدا ويمكن يكون المطش الأهم في العشر سنين الأخير كامعة عبطولة غايبة بقالها سبع سنين على النادي الأهلي حلم تحقيق النجمة التسعة حلم التتويق بدوري الأبطال شايف المباراة دي إزاي وشايف إيه فرص النادي الأهلي فيها وإيه اللي تحب تقول وانت لعبت دوري أبطال أفريقي قبل كده فبالتأكيد في عندك خبرة أو خبرات معينة تحب تنقلها للنجوم النادي الأهلي أكيد يمكن الحمد لله الفترة الأخيرة ده اللي مريحني حتى كمحب النادي الأهلي وممكن إن عشت من أحلى فترات داخل النادي الأهلي بطولات وإنجازات اللي مريحني بشكل كبير جدا شكل اللعيبة وطريقة لعب اللعيبة مستر موسيماني دخوله حتى داخل اللعيبة يمكن مش هتقدر تقوله أنه حتى البصمات الفنية 100% لكن هو اشتغل على عمل النفسي بشكل جيد المسؤولية اللي عند اللعيبة دي مريحة الجماهير اللي أنا بتمنى أن المسؤولية دي توصل للجماهير وخصوصا أنت لما متابقى خلاص أنت وصلت للفاينال أكيد معنات زمالك لكن أشوف أن كان ممكن أنا أبو متخوف شوية على الفترة كان موجود فيها مستر فيلر مع الأهلي بعد الكورونا لا في المباراة الكبيرة في المباراة الكبيرة أممكن أختلف مع بعض الناس يعني ما بشوفش أن كان مستر فيلر مدرب بس ده عمل مطش يعني مثلا يعني فيه مطشات برة يعني النجم السحيلي في تونس في بداية دورة المجموعات لعبنا جيم على أعلى مستوى رغم أن كان مطلوب مننا عيمن أشرف الهلال في السودان سانداونس في جنوب أفريقيا كل دي كانت مطشات صعبة برضو تقيسوا بالبطولة يعني بتقيسوا بالمباراة اللي فيها بطولة أنت برضو منادي زمالك بيأخذ منك البطولة في السوبر دي برضو مشكلة لكن أنا بشوف أن مستر مستر بطولة المباراة الوحدة دي دايما بتبقى يعني 50-50 مهما كان حالتك ومهما كان موديل الفني ومهما كان أسماء اللعيبة وغالبا يعني بتبقى أنت ممكن في وقت كتير جدا وده اللي كان حصل معنى كوتينتا الأفضل وكوتينتا المسيطر وكوتينتا المهيمن على المباراة لكن مكانش يوم لا أنا كان بالنسبالي فيه علامات استفهام على التشكيل لأن أنا زي ما بقول لحضرارك أنت المباراة الكبيرة لازم ترمي اللعيبة الكبيرة ترمي اللعيبة الكبيرة اللعيبة اللي جربت الوضع ده اللي جربت خدت الإحساس بتاع الماتش الفاينل أو بماتش البطولة وده اللي شغال عليه مستر موسيماني هو بيحط أحسن تشكيل موجود فده بيطمنك واللي أنا بتمنى إن إحنا فعلا نحن البطولة أحسن تشكيل من وجهة نظرك للأهل في فاينل أفريقيا هو كيد هيلعب الشناوي هيلعب أيمن أشرف يلعب علي معلول يلعب أيمن أشرف مساك مساك يلعب علي معلول يلعبquer ياسر إبراهيم مخصوصا 한iov مستوى سابت على مدار السيزن كله يلعب حمدي فتحي والسولاية وقاليو ديونج يلعب بالثلاثة من أصف الملعب ولا يبدأ بالنتلاثة ممكن يبدأ كده يبدأ بالثلاثة ممكن يبدأ كده أو هو ممكن يبدأ أربعة تلاثة تلاثة أربعة تلاثة وخصوصا أن أممكن يقعد عليو ديونج يعني يقعد أليو ديانج وخصوصا أن السلية بيشتغل رقم 8 كويس أنا ما عادش ديانج بصراحة كابتا نعف ما هو أنت برضو فنت فحيرة يعني لو مدير فني أنت هتقعد مين ليما هتغار في طريقة اللعب هتلعب 4-3-3 لكن أنا أتمنى أن نويلعب 4-2-3-1 4-2-3-1 اللي هي طيب عايز حمدي فتحي والسلية في نص الملعب حمدي فتحي والسلية ويلعب أفشا ويلعب كهرباء حيث أن الشحات مرون مرون لا بس مرون راجئ أسعادك لجوز كبير جدا مستوى الفتر الأخير مرون 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 لعب كبير جدا طبعا مرون لعب كبير جدا من أحسن فراوضة في مصر ما فيش شك وما فيش مدرب عايز يخسر لأن انت ما بييجي أكتر من مدرب يلعب مرون لما بيجي أكتر من مدرب يمسك المنتخب بيأخد مرون فده مفروض ده بيدي له مسئولية بشكل كبير وعنده من الخبرات ومنقدرات مرون اللي أنا بتمنى له أو صديق شخصي لي أنه هو يستعيد مستوى وما يديش ودنه لأي حد بيشكك فيه أو في قدراته لأنه هو لعب كبير جدا وهو يعني بزي أقولك الفروض المناسب في مكان المناسب وإنت من أحسن الفراوضة اللي في مصر وكلام المرون وموفق دايما وده مش جديد عليك أن أنت تكسب النادي الأهلي وأن أنت إن شاء الله ترجع على منتخب مصر تاني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يكسب البطولة وعب تهالي أنه إنجاز مهم جدا هيضاف لرصيد كل الجيل الحالي في حالة حقاية هم النجمة التسعة وذكرى مش ممكن أبدا ينساها كل الجماهية الأهلوية شرفتاني ونورتاني كابتان أحمد سعداء بوجودك معنا في السادسة ونتمنى إن شاء الله يكون لها لقاءات تاني إن شاء الله وأنا اللي بتمنى لحضرك التوفيق وبارك لك تاني والإدارة القناة على الجائزة الجميلة دي ودايما كده موفقينه في أحسن حال حاجة لي باسم النادر أهلي وبكاية النادر أهلي شكرا لك كابتان أحمد شكرا لحضراتكم على المتابعة نقابل حضراتكم بقى مع بداية أسبوع جاي إن شاء الله يكون لها لقاء تاني مع السادسة تحياتي لحضراتكم